موسيقى التسات صباحا في القاهرة مجزا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي أن تمثل احتفالية افتتاح طريق الكباش استمرارا في نهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر النعمة ولحضارتها العريقة وخلال اجتماعا مع وزير السياحة والأثار وجه رئيس السيسي أيضا بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المساحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب فضلا عن مواصلة التنسيق والتكامل ما بين كافة الجزة المعنية لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السياح نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسالحة تجربة مصر سبعة التي تضمن تنفيذ سيناريو واقعي لعملة إنقاذ طاقم وركاب عبارة عرارة الغرق وعلى متنها مائة وخمسة وسبعون فرضا من جنسيات مختلفة أثناء بحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبة وتهدف التجربة إلى متابعة الجاهزية والتنسيق بين جمال أجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدوجلة لمواجهة مثل هذه المخاطر والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا مع تقديم الدعم الطبي والإداري لهم أعلن الدكتور خلد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان استقبال الشحن الرابع من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر بإجمالي 3.634.020 جرع بمطار القاهرة الدولي مقدمة من الحكومة الأمريكية بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات للمواطنين هذا وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على المعقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا مؤكدة أن الدولة لا تدخل جهدا في توفير هذه لقاحات المواطنين بالمكان هذا وعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و57 حالة وفاة وعلنت خروج 390 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات مضامة الصحة العرمية لارتفع إجمالي المتعافين للفيروس إلى 277.623 حالة وقد ذكر الجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى أكثر من 246 مليون بينما تخطط الإصابات حاجز أربعة ملايين وقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم التي برغت أكثر من 45 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الإصابات في الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية لها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف محيط مطار عدن الدولي وأصفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين ويثعر بمصر عن خالص التعازي والمزوسال اليمن الشقيق حكومة وشعبا ولذوي ضحايا هذا العمل للإرهاب الخسيس والتمانيات بالشفاء العاجل للمصابين وتؤكد على تضمونها الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية هذا وقد لقي إثنى عشر مدني المصرعهم وعصيب آخرون بانفجار في محيط مطار عدن وأوضحت مصادر حكومية يامنية أن الانفجار وقع قرب البوابة الأولى في محيط مبنى المطار أنه ليس لها رأي فيما إذا كانت الحكومة يجب أن تبقى أو ترحل يأتي هذا عقب تصاعد الأزمة المترتبة على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن اليمن وكانت السعودية قد قررت استدعاء سفيرها لدى بيروت للتشاور وطلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة البلاد كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة سحبت دبلوماسيها من لبنان مع منع مواطنيها من الصفر إليها بالتزامن دعت البحرين والكويت سفير لبناني لديهما بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة هذا وقد ناشد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبلغير بتدبير الإجراءات لتفادي المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار وإلى السودان حيث وفادت لجنة الأطباء المركزية بمقتل ثلاثة متظاهرين خرجوا ضمن احتجاجات مطالبة بحكم مدني يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن السودانية بكثافة في شوارع العاصمة وغلاقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها كما قامت نقاط مراقبة في شوارع الرئيسية هذا وقد طلبت الولايات المتحدة قادة المجلس العسكري في السودان بالامتناع عن استخدام أي شكل من أشكال عنف ضد المحتجين مع الاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي معتبرة أن رد فعل المجلس العسكري سيكون اختبارا لنواياه على حد وصفها نهاية توم وغزي الأخبار شكرا لكم وإلى ملتقى اشتركوا في القناة